استقبلت مدرسة راهبات الوردية في العقبة سيادة المطران جمالد عيبس النائب البطرياركي للاتين في الأردن وذلك في زيارته الأولى بعد رسامتها الأسقفية إلى هذا الصرح الوردي ولدى وصول سيادته المدرسة كان في استقباله الأب فرانسيس شاهين كاهن الرعية اللاتينية في المدينة وراعي كنيسة الروم الكاثوليك في العقبة الأب إبراهيم حجزين وراهبات الوردية والهيئتان الإدارية والتدريسية وجمع من أبناء الرعية وخلال لقائه بالإداريين والمدرسين والطلبة ثمن سيادته جهود القائمين على المدرسة لتحقيق أهداف ورسالة مدارس راهبات الوردية في الأردن كما احتفل المطراند عيبس بطلبة التوجيه الخريجين في قداس احتفالي مهيب شارك به عدد من الأباء الكهنة والرهبات وحجد من أبناء الرعية